ومعينا ومنورنا الكاتب الأستاذ إيهاب معاوض واللي هنتكلم معايا عن كتاب وكتالوج الست أمينة والحقيقة أنا شايفة إنه الكتاب ده مهم جدا لرجال كتير اللي مش قادرين يفهموا الست أو مش قادرين يفهموا مفاتيح شخصيتها أهلا بك يا إيهاب منورنا رانيا زيك الأقوى الحمد لله الحمد لله إيه موضوع كتالوج الست أمينة هو الموضوع معقد قوي كده يعني أنت شايف إنه أنا عارفة طبعا أن أنت كاتب ساخر ومهتم جدا جدا بقضايا أو بالكلام عن المرأة والراجل والست والراجل ومشاكلهم وحكاياتهم وتفاصيلهم وكل الحاجات دي بس اللي أنا عايزة أعرفه هل أنت شايف إنه الموضوع قد كدهك معقد قد كده الست محيرة وكائن معقد لا هو أكثر من كلمة معقد أكثر من كلمة معقد أه طبعا هوليك حاجة أنا عامل أول عشر صفحات كده قرتي كتاب شكت أول عشر صفحات اللي هم كتب بلح 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 أول عشر صفحات بقول بلح بلح هذه هي معلومات أي رجل في الدنيا عن المرأة وفيه كتب مشهور أمريكي كتب كتاب اسمه كل ما يعرفه الرجال عن المرأة الكتاب ده من 280 صفحة المتون وثمانين كلهم أبيض وراء أبيض خالص ولا كلمة مكتوبة في الكتاب وفي آخر الكتاب قال هذا كل ما يعرفه الرجل عن المرأة وكتاب ده تبع منه حوالي 50 ألف نسخة تقريبا في أمريكا كتاب أعلى ما بيعا مفوش ولا كلمة إيرانية ده معناها إيه؟ معناها إن إحنا مؤمنين تماما كرجالة إن محدش فينا فاهم عنكم أي حاجة تماما إحنا بنطبش عارفها؟ إحنا بأخذنا كده فهلاوة تفهميني؟ لكن في الآخر المرأة كائن دسم جدا ومحتاج إن الناس تفهمه عندك شفارات يعني كتبت شفارات للمرأة أنا مش مصدقة بصراحة إن إحنا الموضوع بالنسبة لكو يعني صعب عليكو قوي كده هو موضوع بسيط خالص إنتم اللي مصعبينه على نفسكو بس عشان تبعي عارف هو الموضوع بسيط إنتم اللي مصعبينه على نفسكو إحنا في الجولة بس خلينا نتكلم عن الشفارات اللي تكلمت عنها في كتابك عن الستات وإنت حددتهم الحقيقة حوالي ثلاث شفارات مظبوط كده هي أمصة وكتومة قلبها أسود وما بتنساش صح؟ والثالثة نكادية وسيئة النية نتكلم عن أمصة وكتومة ده مش رأيي في الستات ده رأيي الرجالة اللي أنا صيغته في الكتاب وردت عليه والكلام اللي هم بيشتكوا منه ده مش رأيك أنت الشخص بالظبط أو قلت في النهاية أنا هجيب لكم يا رجالة رأيي الستات بترد بنفسها فعملت استفتاء على صفحاتي وقلت يا جماعة الرجالة بتقول عليكم كذا ردوا من فضلكم فجت لي ألاف ردود فأنا جمعتها في الكتاب وصيغتها بالشكلة كويس فلما الراجل يقولي النهاردة أمصة وكتومة مراتي أمصة وكتومة فأنا سألت ستات أنت ليه أمصة حضرتك أصلا تقول لي يا إيهاب أنا بقى ماشي مع جوزي في الشارع ولا إيه وأنا بقى لبسة متأنقة ولبسة جميل كده وكل حاجة وعينه زيغة على واحدة ماشي في الشارع عشان بشعرها تتقمس واتمسي تتقمس طبعا فرجع أقوله تتقمس بس فيخش كلها يعني أحضري للأكل فتقول لها تعبانة فأقول لها أنت كل يوم تعبانة من ساعة ما جوزي كنت تعبانة لأن الراجل ما أحبش ستة بقى تعبانة مش مستحملها خالص بقى كمان إذن في النهاية يعني الستة وأمصة ليه فرجع الراجل أقوله حضرتك كل ما سأل واحدة ستة أقول لها أنت أمصة ليه تقول لي ما هو بيعمل كذا فأنا رد فعل فبالتالي حضرتك افهم أن أمصة دي هي عبارة عن مشاعر هي أمرأة المرأة كائن عاطفي جدا صحيح فبالتالي هتعبر عن أمصة أكيد خدشت مشاعرها بأي طريقة فأدائت فبقوله هتلي بقى أمراتك وقل لي أنها صحيح أنت صحيت منهم لقيتها أمم أموصة لو قلت لي كده أنا سادة هي مجنونة على طول لكن بما أن فيه فعل يبقى رد فأنت كده نفهم هي ليه أمصة فهمت بقى ما تقوليش أمصة تاني نروح بقى أمصة كاتومة ميراتك كاتومة بيشتكي لك بقى يقولك ميراتك كاتومة جدا طب أنت عملت إيه عشان تخليها تتكلم ما تبقاش كاتومة دفعليك لا لو أنت النهاردة سألت لو قيت لك يا حبيبي ما تبصش على واحدة وأنا ماشي معاك أنت هتستجيب يقولي بصراحة لا قولي بقى من حقق تكون كاتومة لا أنت عارف كاتومة دي كما أنا أقولك على حاجة بقى كاتومة دي الست أحيانا بتحب تفطفط بتحب تتكلم لما الراجل يحرجها أو يكسفها أو ما يسمعهاش أو ما يكونش بيحتويها خلص مش هتتكلم بقى هتبقى سكت هتبقى كاتومة هتكلم دي طالما فيش حاجة بزاق حاجة إيجابية بزاق هو بيبقى مش عارف يحتويها هتتكلم معاه في إيه بقى و هو مش عايز يسمع حبيبي أنا مش عارف انت هتفها قوي يعني معقولة نكدت علي عشان خاطر بصيت على واحدة وانت ماشي في شارع طالما انت شايف انها تفها خلاص خليني كاتومة مش هتكلم بقى فهمني خلاص مش هتكلم فانو وصلتها لانها كاتومة البقى اسود وما بتنساش احنا قلنا ان عقل الراجل متكوم من سنديق وعقل المرأة متكوم من كبل متصف بالمشاعر فبالتالي كل الصرفاتها مبنية على المشاعر فإذا هي تقدر تربط الماضي بالمستقبل بسهولة جدا 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 فالنهاردة جزء شتمها حلو كده حلو فتقدر هي عندها بالكبل العطفي ده تقدر انها تسترجع ذكرى من 25 سنة يوم ما شتمها نفس الشتيمة هي هي او يوم ما بص الوحدة تانية قبلها فتقوله وتبقى ست قادة مع الراجل فتقوله ايه هو انا نسيه لك يوم ما انت في خطوبتنا يوم ما احركتني قدام طانتسوها هو تكلم من 25 سنة يا راني وهو مشاكل كلام بارح فبالتالي هي الجنن فيجي يقول لي ده البحس وتجي تخيل يا ايهاب ليفكرالي حاجة من 25 سنة اقول له ما مش من فراغ حضرتك اولا لان الفايل ما تقفلش فهمان يا راني يعني يوم ما انت قلت لها كلام ده انت ما اعتذرتش ولا صالحتها ولا انسيت لا ده انت مش بس ما اعتذرتش ده انت كمان كررت الغلطة تاني وبتكرره تاني وبتكرره تاني فهماني عندها كل الازمينة متوصلة بعضها تجيب المرأة ممكن تبقى قادة وتجمع كل حاجة بعضها مستقبل وماضي وحاضر فهماني فبالتالي ده مش قلب سود ولا حاجة خالص تماما الاسترجاع ده خاصية عاطفية موجودة عند المرأة النكادية وسيئة النية مين بقى اللي بيقوله على مراته سيئة النية دي يعني انا مش قادر افهم يعني ايه بيقوله على الستات سيئة النية المرأة بتربط هو دايما دايما بجد بقى وانت راجل مين بجد نكادية اكتر الراجل ولا السجر بقولي الكلام ده يا رانيا بقى اتهم بان انا متحيز على طب طب مين بجد قولي الحياة وانا مش هدايك بلا نقاش طبعا الراجل طبعا الراجل نكادية اكتر هو محرق يا فندم مش هو مش رحنا اتفقنا ان هو راجل قوام هو المحرك للبيت صح صح ادخل ازرع البهجة في البيت اصلا وريني ردي فعل بس بالضبط ادخل انت فرفوش كده من البيت جوه كده خليك راجل لطيف خليك راجل مبتسم خلي عندك كلمة حلوة داخل بوزك شبرين قد كده ومتدايق او انها متدايقة مخنوق من البيت ومش شارع ومش شغل وارفام من الناس عارف ايه وبتاعه كانت اصلا وفي النهاية انت نكادية اصلا نكادية ما حضرتك وايه سيئة الناية دي سيئة الناية دي لان المرأة بتربط دايما تصرفات بالمشاعر اه يعني بما انه عمل نيتها وحشة يعني هو شايفها كده ان نيتها مش كويسة اساسا يعني ايه دولاتي حالا انا ايهاب قاعد على جنب ماشي اهوريك المشهد يعني قاعد على جنب ومسك الموبايل وعملت حك فدخلت مروح تقف الموبايل او دخلت الطويل بالموبايل بتاع ايه ده ايه ده دي سيئة الناية جدا تخيل دي مجنونة دي مدخلة ان انا بخلها حضرتك لو انت محترم جدا وما بتخناش انا موافق تماما تماما بس ارجوك ما تحطهاش ما تحطش نفسك في شبهة وتقولي في الاخر هي سيئة الناية انت ايه اللي معادك لوحدك وعملت يضحك في الموبايل فلما دخلت قفلت الموبايل صحيح سيئة الناية لي بقى صحيح يبقى مين لا يعني انت وصلتها لفكرة ان انا لازم اشك فيك اساسا فلما تقولك وريني الموبايل اصلا فتقولي تخيل مراتي انا طلقتها ليه اصلا سيئة الناية هو انت حتى كنت بتعمل ايه كنت تلعب كرة لأ كنت مسك الموبايل وداخل بالحمام يا سلام ودخل الحمام ودخل بالموبايل ليه يعني مين هو اللي هيتصل بيك وانت جوه لتويلت فلازم الموبايل معاك اساسا فاهماني طب ليه لما داخلت فجأة انت قفلت الموبايل ليه لما داخلت فجأة كنت فرج على صور فاشلت فاهمش بالتالي بابقى اوصلي شعور يا حضرتك ما توصلش اللي قدامك لانه هو يبقى بيشك ولما يشك تقوله انت سايق النية طب ما تخليك واضح جدا على فكرة عايز اقولك انه انا اوقات بحس اوقات بلاحظ طبعا الكلام ده مش عام احنا مش بنتكلم بشكل عام لانه فيه ناس كويسين جدا جدا وفيه ناس مش كويسين وفي الستات وفي الرجال انا مش بتكلم على صنف واحد قضيتنا النهاردة قضيتنا النهاردة هو دفاع عن المرأة اه هو دفاع عن المرأة احنا بنتكلم عن الاتهامات اللي بتتهم بيها المرأة انه حقيقي فيه رجالة بحس ان هما بيحبوا يخلوا الستة تغير او بيحبوا تخلي الستة تتغاز كده ليه بيعملوا كده هو دوت بيصب في خانة الثقة عنده يعني فكرة لما يغزها وبالبلد كده يكدها يعني زي ما بيقولوا ويخليها تغير طول الوقت طول الوقت غيرانة عليه حد يعني معنى ان انا ستات بتطردني اهو معنى ان انا مرغوب من كل الناس في الدنيا كلها معنى ان انا اقدر اقيم علاقة مع واحدة غيرك بسهولة جدا 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 فبالتالي بحطك دايما في خانة ان انت مستضعفة وفي خانة ان انت رد فعل فبالتالي مشاككها في نفسها مشاككها في نفسه انا اقدر عادي جدا نعمل ببنوع علاقة ولما يتخلقوا مع بعض يقول لها انا اتجاوز عليك بكري ايه مشكلة مجيب خمسين واحدة غيري فالقضية انها دايما دايما يعمل نتكلم نتكلم على العنوان الستة امينة ليس ستة امينة اش ماعنى ستة امينة اقول لعشان كنت عامل السيد سيد قبل كده برافو عليك انا كنت عامل كنت عامل الفكرة ان المجتمع الشرقي كان بينظر في وقت من الاوقات للرجل والمرأة ان هما ست سيد وستة امينة فلما عملت كتاب كتالوكس السيد الستات على صفحتي بقوا زعلانين طب ايهاب انت فسرت شخصية الرجل للبرأة والراجل محتاج يفهمنا فقلت لما جماعة والله العظيم هعمل كتاب كتالوكس التأمينة محدش يشتريه الرجالة مش عايزة تعرف عنوكو حاجة ولا بتدور وكانت نتيجة فعلا كده لو تلاحظي الفرق الرهيب ما بين نجاح كتاب كتالوكس السيد وكتالوكس تأمينة عشر اضعاف تقريبا من المنطلق ان الرجل المرأة هتمت واشتري كتالوكس السيد عشان تفهم الراجل الراجل ما هتمش عشان يفهم الست مدلت الحد النهاردة بسوق الكتاب ومش ناجح ليه عشان مين هيشتريه يا رانيا هل الرجل عنده استعداد ينزل لبز المجهود عشان يفهمك ويقرأ كتاب لا لكن كل الستات بتقرأ كتالوكس السيد عشان تفهم ده حقيق ده حقيق فين المجهود انت بتنزله تتعامل ازاي في بيتها وتعرف تعمل ايه في المواقف كل حاجة يحضروا الندوات ويحضروا محاضرات من وجهة نظرك يا ايهاب لان انت تكلمت طبعا في الموضوع ده كتير واكيد من خلال شغلك بتحتك بقصص كتير جدا ايه الاصعب على الستة الخيانة ولا الطلاقة لا طبعا الخيانة طبعا الخيانة طبعا صح طبعا بمليون مرة اصلا واقولك بفاجأة كمان الخيانة بتصنف حاجتين خيانة عاطفية وخيانة جسدية صح كده الرجل متخيل ان لو هو عمل خيانة جسدية اصعب على المرأة من خيانة العاطفية على العكس سميما بعد دراسة طويلة جدا جدا اكتشفت الخيانة العاطفية عند المرأة اصعب من خيانة جسدية تخيلي بتظن ان الخيانة الجسدية هي نزوة ولاحظة ضعف لكن الخيانة العاطفية هي انهار للمشاعر وقصة الحب اللي بينها وبين جزء تخيلي انا طبعا كنت احب اقعد معاك اكتر من كده كتير بس للاسف الوقت جاري معاك بسرعة جدا اتمنى ان احنا نتقابل تاني ونعمل موضوع تاني عن ستة امينة واسي السيد مع بعض بقى في نفس الحال انا وارتاني ايهاب مرسي جيد للمشكرك مرسي